برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور باكرا يا رب تسمع صوتي ورسالة الله اليومية لنا النعاردة هتكون من خلال صفر المزامير ولديما كل ما بنتأمل في مزمور بقول انه من اجمل واعمق اسفار الكتاب المقدس واللي فيه داود فعلا اتكلم عن كل التجارب البشرية والظروف اللي ممكن كلنا نمر بيها سواء من فرح او حزن او ضيق او تجربة دايما بيعبر عن الجوانة من خلال مناشدة وصالة دايما لربنا النهاردة ومن خلال المزمور السبعين هنشوف بداية المزمور وهو بيبتدي وبيترجى ربنا ويقوله اسرع الي ونهاية المزمور برضو هو بيطلب من ربنا وبيترجى وبيقوله انه لا تبتق يا رب كان واحد فينا وهو في تجربة بدل ما يخاف وبدل ما يرتعب وبدل ما يحس ان الدنيا خلصت وان خلاص يعني ما فيش فايدة وما فيش امل يتحول كل ده لرجاء ولراحة وهو واثق ان ربنا اكيد هينجيه بدل ما نخلي الشياطين تفرح فينا وتشمت فينا نقول لهم ان احنا لنا رجاء باله قوي اكيد هيعدي بنا الازمة تعالوا مع بعض النهاردة في جزء مهم جدا من المزمور السبعين نتأمل اكتر وسمحوا لي اراحب ضيفي استاذ بشوي القمس يؤنس الخادم بكنيسة القديسة العزراء ماريا مزداتون صباح الخير على حضرتك صباح الخير عليكم ننورنا جدا ونشوف محرك كل سادة المشاهدين جزء من المزمور السبعين ونرجع تاني اللهم إلى تنجيتي يا رب إلى معونتي أسرع ليخزى ويخجل طالب نفسي ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون ليشرا ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب أما أنا فمسكين وفقير اللهم أسرع إلي معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ ورجعنا لحضراتكم ما تاني نتأمل في جزء من المزمور السبعين أستاذ بشوي في البداية لو حابت تدينا فكرة عن المزمور السبعين المزمور السبعين يمكن من أجمل وأروع مزمير داود كلها ليه بقى داود قال المزمور دا أصلا في جزء من المزمور الربعين آخر خمس آيات واستخدم المزمور دا اللي هو السبعين في الخدمة الليتورجية في العهد القديم في الهيكا وكمان خدته كنيسة بقى من داود النبي ومن المزمير وحاطته في الصلوات التقصية بتاعتنا صلوات باكر والستة ونصف الليل وكمان صلات الستار يعني بنقول أربع مرات في اليوم دا دليل مدى احتياجنا لربنا ومدى ضعفنا ومدى وجود ربنا في بداية اليوم وفي نصه وفي آخره طول الوقت لازم نطلب من ربنا أن يعين ضعفنا ويبقى موجود معنا عشان كده المزمور دا خاصة ليه أهمية خاصة به يمكن هو في الإجبية رقم 69 احنا عارفين أن فيه فرق بس مزمور اللي نفاصل بين الإجبية والمزامير عشان الترجمة اليونانية لكن هو استقدم في الصلوات التقصية والليتروجية بتاعتنا أثناء الصلوات اليوم كله لو رحنا بقى للكلمة المهمة جدا واللي بيكررها كتير داود في المزامير أسرع يعني الواحد لما يبقى فضيء عايز حد يلحقه بسرعة جدا والواحد لما بيتباطئ عن أنه يجري على الحد اللي محتاج لي يمكن الدنيا بتكون خربت على ما نروح فإيه الثقة اللي عند داود دا لما ماسك في ربنا يعني أسرع يلا تعالى بسرعة الثقة اللي عنده دي إيه وأنا إزاي ممكن يبقى عندي كده وأنا بتكلم مع ربنا أو أطلب منه هو دايما يمكن داود علاقته خاصة بربنا قوي 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 أن كل ما بيكون في ضيقة ولا في مشكلة بيلجأ لربنا دايما كان بيلجأ لربنا عشان كده كان مميز قوي في المزامير بتاعته أن دايما لما يكون عنده مشكلة يلجأ لربنا لو رجعنا المزمور دا في المزمور الربعين الأصل بتاع المزمور بيقولك أن بعد مشكلته مع اب شالمه ابنه وكان في وقت ضيقة فابتدى يلجأ لربنا ما ليش ما يلجأ أغير ربنا وكان عنده ثقة دايما داود في المزامير بتاعته فعلقته بربنا يبقى عنده مشكلة ويعرضها قدام ربنا وفي وسط المزمور يقول له أنا بشكرك رب لأنه عندي ثقة أنك أنت لازم تحل المشكلة دي قبل ما المشكلة تتحل لازم تتحل في الآخر بالشكل اللي عايزه ربنا داود بيتكلم بصيغة أنها تحلت بالضبط يعني حتى في النبوات بتاعته حتى لو نلاحظ في المزمور بتاعته هم ما بتكلم عن الأشرار أن ربنا هيجزيهم طب أنت عرفت منين يا داود دي بروح النبوة وبعلاقته الخاصة بربنا أننا واسق دايما أن ربنا هيستجيبها لأي طلبها قدام وأطلوبها مننا فكرة الثقة في وعود ربنا فكرة الثقة أن الله حتما سيستجيب وإن كانت إجابة ربنا أو استجابة ربنا عكس رغبتي عكس مشئتي إزاي الواحد يحسبها بشكل صحيح بعيدا عن حسابات العقلية البحتية يمكن دايما الناس لما بيكون عندها مشكلة ولا ضيقة بتلجأ لربنا بس في المشكلة والضيقة صحيح داود دا علمنا دايما في حاجة مهمة جدا ونلازم تعلمها منه ما نلجأش لربنا في الضيقة بس دا حتى لو مش في ضيقة نلجأ لربنا عشان ما وقعناش في ضيقة نلجأ لربنا في المرض مش بس في المرض كمان كان علمنا كمان حتى لو انت مش عندك مرض تلجأ لربنا عشان يحميك من المرض في الفشل الطبيعي جدا نلجأ لربنا لكن الميزة كمان في داود كان بيلجأ لربنا حتى في النجاح عشان يحافظ على نجاح الطبيعي جدا ان ربنا لما بيسمع طيل بالينة يستجيب بس دايما الناس بتخلط بين حاجتين مهمين الاستجابة للصلاة وان ربنا ينفذ لك الطلب بتاعك استجابة للصلاة زي مثلا لو عندك طفل صغير طلب حاجة هتضر او مش هتفيده او مثلا طلب سكينة من مامو عزي العبيها ماما تقوله لأ مش هدهالك هي كده بتحبه مش لازم تستجيب للطلب بتاعه لكن بدافع الحب بتاعه بتحافظ عليه ربنا بيعمل معانا زي كده في الصلاة يما يقولك طيب حاضر خد هدهالك في نفس اللحظة يما يقولك طيب حاضر بس استنى عليها شوية هدهالك في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ليك عشان تحافظ على حياتك يما في الحالة الثالثة بقى يقوله لا لو انت لو خدت الحاجة دي هتضرك هتبعدك عن ربنا يبقى الاولى انك تتبقى في حضن ربنا بس ماستجيبش للطلب بتاعك دي استجابة ربنا للصلاة دايما في علاقتنا معنا طبعا نظرتنا للناس اللي بيبقوا فرحانين او شمتانين في اي مشكلة يعني بتحصل لنا دي بتبقى صعب قوي احساس ان انا تحت وانه بوصص علي كده وانا في التجربة وشمتان فيه داود وهو برضو زي ما حكي اتكلمت كده انه بيشكر ربنا على ان اللي بيشتهوله الشر يعني خاجله انهم ارتدوا للوراقة الثقة اللي عندي داود في ده يمكن احنا صعب نحققها في ظل احساس مؤلم بالشماتة من الناس اللي حوالينا ازاي ما نعيش الاحساس الصعب قوي ده يمكن ده احساس دايما لو الواحد حس بالظلم ان يقول طب يا رب انت سيبني للظلم ده ليه يمكن هنا داود بيتكلم بقى بصيغة النبوة مش الشماتة في الاعداء هو عارف وعنده ثقة ان ربنا بعين النبوة هيجازي الاشرار والاعداء خلي بالك الاعداء هنا برضو الناس دايما بتنظر الاعداء ان هما الاعداء الظاهرين البشر داود لما بيتكلم هنا بيتكلم نيابة عن ثلاث حاجات اولا عن الشخص نفسه الشخص نفسه ليه اعداء تاني حاجة بيتكلم نيابة عن الكنيسة كنيسة عمتا كان لها اعداء النقطة الثالثة بيتكلم عن نيابة عن السيد المسيح أثناء الصلب لما صلبوه. فبروح النبوة بيتكلم أن ربنا هيخذي ويجازي الأشرار. بنيابة عن الثلاثة. أو للإنسان أو الكينيسة أو حتى اللي كان وقت صلب. النبوة عن السيد المسيح. فدود كان بيتنبع عن الثلاثة دول. أن ربنا هيجازي الأشرار دول. طب يا داود هيجازيهم زي يقولك ما أنت خلي بالك. أحيانا الأعداء دول مش بيبقى بشر. ممكن يبقى أفكارك الداخلية دي أعداءك. أن ربنا هيخذي الأفكار الشريرة اللي جواك. أعداءك دول ممكن يبقى الشيطان وأعوانه. ممكن ربنا يخذيهم. فهنا بيتنبع بروح النبوة عن الكنيسة والفرد والمسيح. وفي نفس الوقت بيتكلم مش عن الأشرار الظاهرين فقط. لكن عن الأفكار الشريرة اللي جواه الإنسان. والأفكار اللي ممكن تحاربك. فهو بإزاي بيحاربها. وعارف أنها هيخذيها الله في الوقت المناسب. يقول يبتهج ويفرح بك كل طالبي. زي الإنسان في وسط تلبيته وفي وسط شديته وفي وسط دقته. يشعر ويتأكد أن هو هيفرح بخلاص الرب. حتى لو ده مش ظاهر. حتى لو ده مش العين مش شايفاء. وبالورق وبالألم. كل الطلبات اللي بيطلبها من ربنا. مش هتتحقق أو فشلة. زي الإنسان يفضل فرحان بربنا. ومش بس فرح. ده فرح وابتهاج. وكأنه واحد يعني نقول إحنا مزقطت كده. يعني. فإزاي دي معادي. مش فاهمة. يعني. يمكن دايما بنقول إزاي أنا في وسط الضيقة وبقى فرحان. صحيح. يعني دي مشكلة عند بعض مننا. يعني ممكن نعاني منها كلنا. يمكن داود حل المشكلة دي إزاي. إن قال لك إن في وسط الضيقة سيق تماما إن ربنا موجود معاك. يعني في وسط الضيقة. آه فيه فعلا فيه ديقة. زي مثلا فتية الثلاثة في أتون النار. دانيال في جب الأسود. يوسف في السجن. كانوا موجودين في السجن وفي ضيقة. بس عندهم ثقة كبيرة جدا إن ربنا موجود معاهم. فما تلاقيش أي حزن. طب إزاي يا رب أنت سايبين للضيقة يقول لك. لأ. ديقة وقتية. وميزة الضيقة إنك بتحسسك إن وجود ربنا معاك. يمكن إحنا لو عايشين في السلام دايماً وبعيد عن الضيقة. وبعيد عن المشاكل اليومية والتجارب والأمراض. مش هنحس بعطف ربنا ومحبته لينا. ما نعايش مش هدين هم يعني إيه المشكلة في وجود ربنا وعدم موجوده. لكن وسط الضيقة الوقت الوحيد بيحتاج الإنسان لمعين دي في وسط الضيقة. يعني ما تلاقيش حد مثلا تصل بيك يقولك أنا محتاج لك إلا لما يكون في ضيقة. صحيح. فربنا بيعان معنا زي كده يحطك في ضيقة صغيرة ولا مشكلة صغيرة عشان تلجأ ليه. نفسه يسمع صوتك. فس وسط الضيقة لازم تسق تماما إن ربنا موجود في الضيقة دي. طبعا. وهيخلصك منها وهتنتهي بخير وسلامه وشكر كمان. وزي ما عمل داود النبي إن وسط الضيقة بيشكر ربنا. إزاي عمل داود أنت وسط الضيقة بتشكر ربنا. ساعتها كتب المزمور ده اللي هو أصله الاربعين بعد مشكلة بشلوم وفي عز ضيقه وفي عز قلمه هروبه من بشلوم. وداود إحنا شفنا المشاكل اللي حصل فيها ولما شامع بن جيرا شاتمه ما إلى ذلك. طب وسط الضيقة دي كلها وزي بتشكر ربنا وعندك ثقة قلت دي محبة ربنا لي. أنا واثق بعين النبوة شايفه وبعين العلاقة الشخصية شايفه إن ربنا هيحل كل المشاكل والضيقات اللي أنا موجود فيها. لما داود الملك العظيم الغني يقول أما أنا فمسكين وفقير إحنا نقول إيه لربنا. فزاي الواحد هو بيطلب من ربنا وبيقوله لحقني أو أسرع يقرر الكلمة دي ويفتكر برضو داود سا كان داود قال له كده يبقى أنا حجمي إيه ويعني ربنا شايفني إزاي وزاي ممكن أتضع قدام ربنا عشان ربنا يرفعني من التجربة. يمكن الميس المزمور دا إنه ابتدى ببداية أول آية فيه إنه يعلن ضعف داود يعلن ضعفه قدام ربنا ويقوله يا رب أنا اللهم أسرع وأعني ومحتاج لك في السرعة ويختتم في الآخر يقوله أما أنا فمسكين وفقير إيه عم داود دا أنت في المجد دا ما حضرتك بتقوله كده في المجد والعز ومالك وعندك كل الإمكانات دي وفي الآخر تقوله فقير ومسكين هو هنا بيقصد الضعف والاحتياج إلى الله بدون الله حياتنا كلها ليس لها قيمة حتى الملك بتاع داود بدون الله ما كانش لي قيمة حتى ملك سليمان والمجد اللي كان فيه سليمان بعد موجود ربنا ما كانش لي قيمة أبدا فهنا داود عايز يبتدي المزمور وينهيه بحاجة حلوة قوي إنه مهما وصلت من مجد مهما مشاكلك اتحلت مهما ضيقاتك خلصت في الآخر فيه احتياج لربنا أنا من غيرك يا رب ولا حاجة بدونك لا شيء أبدا زي ما بيقولك فدايما كان داود في طلباته وعلاقته بربنا إنه دايما بيعرض محبته ربنا وبيقدم ضعفه قدامه وعنده ثقة إنه ربنا هيحل كل المشاكل دي ويقول يا رب أنا أشكرك لأنك انت مهما كنت نواحش ومهما كان خطايا ومهما كانت ضعفاتي عندي ثقة إنك انت هتحل ده كله وهتكون موجود معي وتعدي بي وتعبر بي كل الضيقات والألام أستاذ بشوي لو نختم في الآخر زي ما ابتدى داود النبي بينهم عينا بمعونة ربنا كنت علمنا وإحنا صغيرين نمشي نردد صلاة يسوع يا رب يا سوع المسيح عيني يا رب يا سوع المسيح رحمني إزاي الإنسان طول الوقت يطلب معونة الله وطول الوقت رجاءه ما ينقطعش وهو بيطلب ربنا يمكن في الحقيقة يمكن نحب نختم أن مهما كانت حياتك الروحية في ضعف أو شر أو خطية أو في ألم أو ضيقة أو مهما كانت التجربة إلجأ إلى الله ربنا دايما هو الملجأ الوحيد هو الحصن الحصين اللي لازم نلجأ له في كل وقت مهما روحنا ومهما حلينا مشاكلنا بطرق مختلفة وبشرية هو الله هو الحل الوحيد والأمثل لكل دقاتنا ومشاكلنا إلجأ بنفسك إلى الله فتستريح زي ما بيقول الخديس موسى الاسود إلجأ بنفسك إلى الله فتستريح دايما يبقى هو الملجأ لنا أن نطلب معاونة الله في كل وقت في فرح وفي الضيق وفي الألم وفي المرض وفي النجاح وفي الفشل إلجأ إلى الله لأنه هو الملجأ الوحيد والحصن الحصين لنا في كل وقت نطلب كده من ربنا أن يدينا نعمة ويدينا بركة ويبقى موجود معنا ويحافظ علينا ويدي نعمة لكل أولاده ويحافظ عليهم في كل الظروف الموجودة حولينا ونشكرك جدا أن أستاذ بشير القمص يؤنس الخادم بكنيسة القديسة العزراء مريم بزاتون ألف شكر نورتني أستاذ بشير صباح الخير عليك صباح الخير عليك وشكرا لكم بكل برنامج المعارضين شكرا لك نورتنا الآن نخرج مع حضراتكم الفواصل وبعدها هنرجع لفقرة مهمة جدا وتساؤلات كتير عندنا الشتة تأخرت ولا لأ تقلبات الجوية أكتوبر خلاص قرب يخلص ولسه الجو حر كورونا وشكتها هنعمل إيه بعد الفواصل اشتركوا في القناة